إذا عودنا إلى الموقف الأمريكي فإن الموقف الأمريكي الداعم لقصد أو بيكيكي أو يبيجي فهو داعم بيقول أن ندعم هذه الفصائل من أجل أن هذه الفصائل تحارب تنظيم الدولة هذه الحجة دولياً هل تجاوز العالم لأنه كمثال يعني الذي حاصر قائد تنظيم الدولة في سوريا هو الجيش الوطني السوري ولم يكن قصد ولم تكن هذه الجماعات التي يدعمها الأمريكية بالتأكيد هذه الحجة أنا أعتقد أن ليس لها رصيد داخل سوريا داخل الشعب السوري لا يوجد لها رصيد دولياً أيضاً ليس لها رصيد دولياً أمريكا تسوق ما تريد والدولة الحليفة لأمريكا ستسمع هذا الكلام على محمل الصدق والجد ولكن تركيا إيران روسيا لا تركيا الرئيس أردغان صرح أكثر من مرة بأن أمريكا تدعم ميليشيا إرهابية تحت غطاء محاربة الإرهاب تحت غطاء محاربة داعش وهذا وهم كبير لا يمكن أن يصدقه عاقل ولا أي مطلع وحتى الدول الأوروبية تعلم جيداً بأن قصد لم تحارب داعش بل نقلتهم في باصاتها من مكان إلى مكان وهم آمنين عناصر داعش على الأقل هذه الحجة غير فعالة الآن لدى العاملين في الجنب السوري بالتأكيد لا يوجد داخل سوريا أحد يصدق بأن قصد تحارب داعش بالعكس قصد هي أكثر إرهاباً من داعش قصد هي التي هجرت هي التي دمرت هي التي تمتلك سجون سجنت أغلب وجهاء هذه المناطق السورية الشخصيات الثائرة المحاربة للنظام سجنتها واعتقلتها وخطفتها واغتالتها منظمة قصد هذا يضعف وجود الجانب التركي في أمريكا أو عمله في الساحة السورية يعني ضعف حجته في التواجد أو في دعم بعض القطاعات في سوريا هذا يضعف تواجده أصلاً لا بالنسبة لتركيا كما ذكرت لك أن ليس لديها مشكلة وليس لديها أدنى شك بأن منظمة قصد منظمة تدعمها أمريكا لزعزعة الأمن القومي التركي لذلك مسألة داعش ومحاربة الإرهاب لا يمكن هي تبقى مزاعم ولا يمكن أن تنطلي لا على الأتراك ولا على السوريين بشكل عام لأنه هم هم من غذوا داعش وهم من حافظوا على عناصر داعش وخلايا داعش وهم من نقلوهم من مناطق التي كانوا يتواجدون فيها نقلوهم في الباصات إلى مناطق أخرى لاستثمارهم واستغلالهم والتذرع خلفهم بأنهم يحاربون داعش والإرهاب وحتى تبقى أمريكا متمسكة بهم لأطول فترة ممكنة لكن أنا أعتقد بأن الإصرار التركي على هذه الخطوة وتبيان هذا الأمر وأهميته للأمريكان ولروسيا أيضا سيفرض الواقع نفسه وتحرير هذه على الأقل هذه الثلاث مناطق المحاذية للحدود التركية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر